لا تسقط من السماء، سماء الإيمان إلى وديان الكفر، قد تظن أن الكلام لا يعنيك، بل سترى أننا جميعاً في أمس الحاجة لهذا الكلام. لماذا الحديث في هذا الموضوع؟ حتى تقدر نفسك، وتدرك نعمة الله عليك بالإسلام، ويكون إسلامك مصدر بهجة واعتزاز، حتى تدرك المسافة بين الإيمان والكفر، فتحذر كل الحذر من السقوط من قمم الإيمان العالية إلى وديان الكفر السحيقة، وأنت لا تشعر. قال الله تعالى وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الْرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍّ هذه هي المسافة الحقيقية، وهكذا نريد لك أن تراها قبل أن تغفل، فلا تُبصر هذا الفارق إلا في الآخرة بعد فوات الأوان. نتكلم عن الفرق حتى ترى قبح الكفر فتذوق حلاوة الإيمان، وبضدها تتميز الأشياء، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، الثالثة وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار. نتكلم عن الفرق لترى الأسليب التي يستخدمها أعداؤنا لتحقير نعمة الإسلام في نفوسنا، وفي المقابل تزيين الكفر وتسميته بأسماء مُضلِّلة ليدفعون دفعًا إلى الكفر، وستستغرب عندما نستعرض معك أساليبهم تلك في نسقٍ واحد. اخترنا هذا الموضوع لأن الفرق بين المؤمن والكافر والإيمان والكفر هو من أكثر المعاني ورودًا في القرآن. فإذا لم تكن هذه المسألة واضحةً ومتقبلةً نفسيةً عندنا، فنحن نحرم أنفسنا من هداية القرآن. واخترنا رمضان توقيتًا لهذه السلسلة لنقرأ القرآن كله ونحن نتلمَّس هذه المعاني، فنحس وكأننا نقرأها لأول مرة. نتكلم عن الفرق لتدرك حاجة البشرية إلى الإسلام، فأنت ممن قال الله لهم كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ لِأَجْلِ النَّاسِ لِأَجْلِ خَيْرِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أنت من أمتي من أرسله الله رحمةً للعالمين، وهذه ليست مهمةً تطوعية، بل إذا تخلينا عنها عانينا ذلَّ الدنيا وعقوبة الآخرة. نتكلم عن الفرق لتصحيح مفاهيم المسلمين الذين يظنون أنه يجوز لهم أن يستحلوا أموال غير المسلمين ويغدروا بهم، وهم بذلك ينفِّرون الناس عن دين الله تعالى، ولا يدركون كم أنكر الله عليهم، وتوعد من يفعل فعلهم. نتكلم عن الفرق لأن من بني جلدتنا من يصدر ويلمع في الإعلام ليدمرنا نفسياً، ويحقِّرنا ويخلط الأوراق علينا ليخدِّلنا عن دعوة الأمم إلى الإسلام، بل ويدعونا إلى مجاملتهم في دينهم، ودفع أولادنا لحضور شعائرهم، كهذا الذي يقول لسائلة مسلمة تعيش في بلدٍ غربي، فأنتي إختي عايشة في بلادهم، وماكلها من خيرهم، وما أمنين عيالك، ويدرسون عيالك، ثم تريدين تمنع عيالك يذهبون للكنيسة يهنؤوهم، ووفرون لنا تعليم، والصحة، وبيت، وأمان، وما عايش، ثم عيالنا لا ما يصينوا ليه، لأنهم كفار، كفار، إحنا كفار، إحنا دمرنا بلادنا، ليس فقط الكفر هو من الدين، الكفر أن تكفر بالنعمة، إحنا دمرنا أوطاننا، وأحرقنا أوطاننا، إحنا قتلنا بعض، إحنا دمرنا مساجد بعض، إحنا لعننا بعض، إحنا كفرنا بعض، شوف إحنا يجب أن لا نتكلم في الدين، وأحكام الدين عشر سنين لقدام، والله العظيم، حتى ترجع بلادنا والآخر حين يتكلم عن داعية الإلحاد، مزور العلم ريتشارد دوكنز يقول عالم، سبحان الله، تختلف مع، تتفق مع الرجل عالم، وعنده نفسية عالم، ومشاعر عالم، يقدس العلم، وبتهج بالعلم، يفرح بالعلم، شيء بيش طبيعي هوكينغ عالم فذ، عالم استثنائي، وأين نحن من أرسطو، وأين نحن من هوكينغ، إحنا ولا حاجة، ما نحن بالقياس إليهم إلا كبقل في أصوه نخل طوال يا أهبل، روح يبحث عن رزقك، أنت أنت جعان، أنت عريان، أنت تعبان، أنت مش عافت حكم حالك جاي بتحددلي في العالم، إيش قدمت العالم إنت؟ قدمتهم هذا، السلخ والذبح والنفخ، وهم يقدموا إلا الميكروفون هذا بتكلم فيه واليوتيوب اللي ححط عليه إيه؟ الخطبة هذه، والكاميرا هذه اللي بتسجل، والأنوار هذه، والتهوية اللي إحنا فيها، كل شيء كل شيء إحنا فيه هم يقدموه نتكلم عن الفرق لأن مكرأ عدائنا نجح في جعل كثير من أبناء المسلمين يكره هويته الإسلامية، ويتنكر لانتسابه لأمته، بل ويكره هذا الدين الذي أوهموه أنه سبب تخلفه فوقع بعضهم في حبائل الإلحاد أو العمالة نتكلم عن الفرق لأن موقفنا من الأمم الأخرى وقع فيه إفراط وتفريط تفريط من مسلمين هزموا نفسيا وحضاريا أمام الأمم الأخرى وفي المقابل إفراط بحيث أن القهر الذي نعانيه جعل بعضنا يعامل باقي الأمم معاملة واحدة دون تفريق بين محارب خبيث ماكر يصد عن سبيل الله ويريد استعباد الشعوب من جهة وفي المقابل جموع من غير المسلمين هم ضحايا لهؤلاء الخبثاء يعانون منهم كما نعاني ونحن كمسلمين دورنا إنقاذهم وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جول الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة فينبغي أن نشعر بالرحمة والإشفاق عليهم نتكلم في الموضوع لنحقق التوازن فلا نكون ممن وقعوا في الغلو وتكفير المسلمين بغير حق وفي المقابل لا نكون ممن امتنعوا عن الحكم على الكافر واضح الكفر بأنه كافر والطرفان مدمومان متخبطان أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم نتكلم عن الفرق لأن هذا الموضوع يتناول عادة تناولا عاطفيا تحت تأثير الضغوطات والعقد النفسية والصور النمطية التي تكرست في أذهان المسلمين عبر عقود طويلة فتنشأ معارك كلامية يضيع فيها الحق بين الطرفين ولا ينتبه كثيرون إلى أنهم يقولون كلاما خطرا جدا على عقيدتهم قد يخلعهم من دينهم وهم لا يشعرون نتكلم عن الفرق لأن كثيرا من الناس أصبح يقول أقوالا كفرية ويعتقد اعتقادات كفرية ولا هو ولا الناس من حوله يقدرون حجم هذا الخطر وتبعاته فترى من يسب الله تعالى عند الغضب أو الضجر ومع ذلك تبقى زوجته المسلمة معه وتعيش معه بالحرام ووالدها وإخوانها وأهلها يعلمون ولا يفرقونها عنه وتنجب أولادا منه يتسمون باسمه وهم من حرام نتكلم في الموضوع لأننا وصلنا مرحلة من غربة الإسلام وتشوه المفاهيم أن من يقول هذا الكلام يقابل باستهجان من أناس عندهم عقدة نفسية من كلمة كافر بكل أشكالها نتكلم عن الفرق بحيث بعدما تتضح لك المفاهيم تحب القرآن كله ولا يعود في صدرك حرج من شيء منه بينما كنت من قبل إذا قرأت آيات تأمر بالغلضة على الكفار يحيك في نفسك شيء نتكلم عن الفرق لأننا نمارس أخطاء تربوية تحقر الإسلام في نفوس أبنائنا ونحن لا نشعر ولا نرى الرابط بين الأمرين أصلا أخيرا نتكلم في هذا الموضوع حتى تعلم عظمة كونك مسلما فلا ترضى لنفسك إلا بمعالي الأخلاق التي تناسب وصفك بالمسلم هذه أهداف سلسلتنا الرمضانية باختصار أن تمتلئ عزة بإسلامك مع توازن وتواضع ورحمة بالناس وتتحلى بالأخلاق التي تؤهلك للبقاء في قمة الإيمان العظيمة ولأن تكون من خير أمة أخرجت للناس وأن تكره الكفر وتدرك ما يوقعك فيه فتحذره أشد الحذر وتحذر منه أهلك وأحبابك والناس أجمعين أتكلم لكم في هذا الموضوع إخواني بصفتي عشت في أمريكا وفي بلاد المسلمين وتعاملت وأتعامل مع غير المسلمين وكانوا لي معلمين وزملاء وجيران وطلابا وكنت في ذلك محافظا على اعتزازي بإسلامي منسجما مع نفسي وعاملهم باحترام ويعاملونني باحترام أستفيد منهم ويستفيدون مني واضحا في موقفي منهم لا أجاملهم في أديانهم بل وأدعوهم إلى دين الله تعالى وأنا أحب لكم إخواني وأخواتي ما أحب لنفسي ولذلك أقدم لكم هذه السلسلة عبر رمضان سنتناول بإذن الله هذه النقاط المذكورة ثم نجري كل بضعة أيام لقاء قصيرا على كلاب هاوس للإجابة عن تساؤلاتكم المتعلقة بالموضوع ونسأل الله السداد والقبول وندعو بما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأطلب منكم أتدعو به اللهم رب جبرايل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم والسلام عليكم